بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم وبارك على سيدنا و نبينا محمد سيد الأولين و الآخرين و على آله و أصحابه أجمعين السادة المشاهدون السيدات المشاهدات السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و أهلا و سهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن نحن و لله الحمد بالنسبة للمادة العلمية في شرح مقدمة منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي و قبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية نقرأ الحصة القرآنية التي علينا لهذا اليوم من الصفحة التاسعة و الثمانين من مصحف مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف و ذلك من سورة النساء و من الآية السادسة و الستين الآية السادسة و الستين التي أولها و قوله تعالى و لو أنّا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم نستعين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و لو أنّا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّهَ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْلِ تِيهِ أَجْرٌ عَظِيمًا آمين اللهم اجعلنا منهم وآتنا أجرا عظيما يا رب العالمين هذه الصفحة التي قرأناها يعني ما أجد فيها أشياء كثيرة تحتاج إلى تنبيه فقط أنبه مثلا بعض إخوانا الذين لم يدرسوا ولم يتعمقوا في علم النحو يعني من مشهور علم النحو أن بعد إلا يكون مستثنى بإلا منصوب ليس دائما أيها الإخوة إن كانت مثلا عندنا الآية الكريمة ما فعلوه إلا قليل منهم فهنا إلا مسبوقة بنفي ما فعلوه إلا فإن كان الاستثناء مسبوق بنفي يصح أن تكون إلا هنا أداة استثناء فيأتي ما بعدها منصوب إلا قليلا ويصح أن يكون إلا هنا أداة حصر وما بعدها يأتي بحسب موقعه من الجملة فعلوه إلا قليل يعني قليل بدل من فعله من الواو في فعله بدل من الفاعل فعلوه قليل منهم فصارت قليل بدل من الواو التي هي فاعل في فعل فعلوه فهنا تكون إلا أداة حصر إذن ما نستغرب إن رأينا إلا قليل فهذا صحيح لغة لأن إلا هنا ليست أداة استثناء بل هي أداة حصر لأنها مسبوقة بنفي وهو قوله تعالى ما ما فعلوه هذا ننبه عليه لاحظوا بارك الله فيكم الآيات الأخيرة وإن لم يكن وإن منكم لم يبط فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهدة هذه الآيات مقاطعها طويلة فإن ضاق نفس أحدنا على أي كلمة وليس عليها وقف يقف إن ضاق نفسه لكن ما يبدأ مما بعدها يعود فيصل الكلام بعضه ببعض كما فعلنا نحن الآن أيضا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوزا فوزا عظيما الآية طويلة وما فيها وقف المهم أينما تعبت يا أخي أينما ضاق نفسك توقف ولكن عد إلى الوراء كلمة كلمتين أحيانا أكثر حتى تربط الكلام بعضه ببعض وتبدأ بجمل متكاملة فيراع ذلك في هذه الآيات الطوال هذا ما يتعلق بصفحتنا لهذا اليوم وسنفتح إن شاء الله باب الاتصالات لمن أراد أن يعرض تلاوته في آخر هذه الحلقة من هذه الصفحة فحياكم الله في ذلك الحين أهلا وسهلا أما بالنسبة للمادة العلمية التي علينا فكنا في المرة الماضية بصدر شرح قولي الإمام الطبي في مقدمة منظومته المفيد في التجويد وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن وبعد قد نظمت في التجويد فلما تكلم ناظم عن التجويد بينا ما هو التجويد لغة واصطلاحا وما حكمه وفصلنا في الموضوع جدا وفرقنا بين الحالات وأشبعناها بحثا أيضا مما يتعلق بالتجويد وهو الذي وقفنا عنده في آخر الحلقة الماضية أيضا يتعلق به هذا الأمر تحسين التلاوة يعني استعمال المقامات الموسيقية أو المقامات الصوتية بعض الإخوة يحلو لهم أن يسميها المقامات الصوتية مع أنها هي مقامات موسيقية في تلاوة القرآن الكريم ما حكم ذلك وهل ذلك مسنون وهل ذلك مندوب إليه وكثر الكلام في السنوات الأخيرة عن هذا الموضوع وكنا توسعنا في هذا الأمر في هذا الأمر لما شرحنا منظومة المقدمة ونعيده هنا من أجل مناسبة الموضوع لهذا المقام بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى أنزله دستورا للبشرية أنزله خاتمة الرسالات فيه أفعال المكلفين أجمعين افعل ولا تفعل كلام الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان أمرنا أن نقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه نقرأه نتدبره نعمل بما فيه لكن أيضا أمرنا أن نحسن الصوت عند تلاوته بقدر ما آتان الله عز وجل من حسن صوت الله عز وجل لما وزع الأصوات على عبيده أو على عباده لم يوزها بنسبة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني بمعنى آتاه الله من الصوت الحسن ما لم يؤتي مثلا كثير من الصحابة الآخرين أبو موسى الأشعري يعني أكرمه الله بهذه المزية إذن كل منا يحسن صوته في تلاوة القرآن العظيم بقدر ما يستطيع وبقدر ما يعني يجعل سامع هذا الكلام يميل قلبه إلى هذا الكلام المتلو إلى كلام الله عز وجل حتى إن مال قلبه إلى الصوت تعلقت روحه ونفسه بالمعاني فتدبر الكلام الذي أنزله الله إذن حسن الصوت وسيلة لاستياد القلوب إلى كلام الله عز وجل ليس مقصودا بذاته ليس مقصود الطرب الطرب هنا وسيلة وليست غاية القرآن مخدوم وحسن الصوت خادم وليس القرآن خادم وحسن الصوت مخدوم لكن مع مرور الأزمنة ودخول غير العربي في الإسلام بدأت يدخل على المسلمين علوم أخرى من جملة ما دخل عليهم علم الموسيقى العجمي علم الموسيقى علم عند العجم موجود في بلاد فارس وغيرها وله حركات وسكنات وأزمنة خلاصة هذا العلم حتى نقربه هو علم يتعلق بالصوت من حيث ارتفاع طبقات الصوت وانخفاضه ومن حيث طولوا وقصروا فترة تلك الأصوات لذلك هذا العلم علم الموسيقى قسبت فيه الأصوات إلى درجات يعني يبدأون من طبقة صوتية خشنة منخفضة أعلى بقليل وأعلى بقليل وأعلى بقليل وأعلى بقليل يؤلفونها إلى سبع درجات وهي المعروفة لمن كان منكم درس هذا يسموها دو ري مي فا صول لا سي سبع حروف الموسيقى لغة تتألف من سبعة حروف دو ري مي فا صول لا سي يبدأون كما ذكرت بطبقة خشنة وينتهون بطبقة حادة مرتفعة يعني هكذا نقولها حتى دو ري مي فا صول لا سي هكذا ينتهون بالطبقات الحادة هذا من حيث الأصوات لكن حناجر البشر ليست واحدة فليس كل الناس يستطعون أن يأتوا بالطبقات الحادة العلوية هذه لا مثلا عبد الباصد عبد الصمد الله يرحمه سبحان من أعطاه يعني يستطيع أن يحلق بهذه الطبقات التي فيها حدة في الصوت سيد نقش بندي الله يغفر له ويرحمه ويجعله فيه الليين ما شاء الله سبحان من أعطاه يعني يصل إلى طبقات مهولة هائلة جدا لما يرفع صوته جدا دون أن تشعر بأن هناك يعني إزعاج أو أن هناك تكلف يأتي بعض إخواننا هدانا والله وإياهم ممن لم يؤتهم الله عز وجل تلك الطبقات القدرة على تلك الطبقات العالية يريد أن يقلد أصحاب الطبقات العالية يا أخي هذا المجال بسموه المجال الصوتي مجالك الذي وهبك الله إياه منخفض إلى هنا تريد أن تحاكي من آتاه الله المجالات العالية الواسعة الصوتي ما تستطيع سيؤدي هذا إلى أن ينبحى الصوت ويتعب القارئ ويتعب السامع أيضا يتعب القارئ ويتعب السامع ويدخل القارئ في دائرة التكلف والتنطع وبصيص شيء مذموم لذلك كم وكم ينهى الأئمة عن المبالغة في التطريب هذا يسمى التطريب هذه الحروف السبعة حروف الموسيقى دوري مي فاصل لاسي يأتون فيؤلفون منها من المرتفع والمنخفض من الأصوات يؤلفون في تسميها كلمة موسيقية من الحروف كما نؤلف نحن الكلمة من الحروف نقول مثلا كتاب كلمة كتاب متألفة من كاف تا من أربع حروف كذلك هم يأتون إلى دوري مي فاصل لاسي هذه السبعة فيؤلفون منها كلمة موسيقية ويؤلفون كلمة أخرى وكلمة أخرى فيصير عنا جملة موسيقية كما أننا نقول كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا أو هذا كتاب الله سبحانه وتعالى ألفنا جملة ألفناها من كلمات والكلمة مؤلفة من حروف كذلك هم يؤلفون كلمة موسيقية من الدوري مي هذه السبعة ويؤلفون من الكلمات جملة موسيقية ثم يؤلفون من مجموعة جمل يؤلفون ما يسمى باللحن اللحن الموسيقي أو الطويل هذا هو عبارة عن مجموع جمل موسيقية والجمل عبارة عن كلمات موسيقية والكلمات عبارة عن حروف اللي هي السبعة هذه التي هي ما ميزة هذه الجمل ميزتها أنها طويلة ممطوطة لأن لها علاقة بأمرين أرجو أن تنتبهوا لها علاقة بالطبقات الصوتية الارتفاع والانخفاض ولها علاقة بالأزمنة الأزمنة في علم الموسيقى منضبطة جدا منضبطة جدا لذلك نشاهد أحيانا بعض الذين يعزفون على هذا يمكن اسمه الكمان والله أعلم فيما أذكر يعني تجد مثلا عشر عازفين يرتفعون وينخفضون مع بعض لأنهم أمامهم ما يسمى بالنوتا اللي هي يعني مثل خريطة خريطة عليها العلامات النسخية فيقرؤون بأعينهم و بأيديهم تحاكي المكتوب بالنوتا فيتجدهم جميعا يصعدون و يهبطون فإذا الأمور الزمنية في الموسيقى منضبطة تماما لانضباط طيب نحن بقراءة القرآن الكريم ما علقتنا بهذا الأمور نحن عندنا أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم بالسماحة أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم و نحسينه بما آتان الله عز وجل من أصوات وأمرنا أن نمد المدود كما تلقيناها عن أشياخنا أن نغنى الغنان نحن عندنا في تلوة القرآن أيها الإخوة عندنا مكانان للتطويل المكان الأول هو المدود وهو منضبط بأزمنا و المكان الثاني هو الغنان غنة الميم و غنة نور وهو منضبط بأزمنا يعني لما نقول من الجنة من الجنة والناس هكذا يجب أن تكون لا تكون أقصر من الجنة والناس هذا قصير من الجنة والناس هذا طويل هذا مرفوض وهذا مرفوض التطويل الزائد مرفوض التقصير الزائد مرفوض مقادير مضبوطة متلقى من أشياخنا جيلاً عن جيل مضبوطة في كتب الأئمة مقاديرها وأن كذا أطول من كذا وأن كذا يتناسب مع سرعة القارئ من الجنة والناس وامرأته حمالة الحطب حمى و بس ما نزيد عن هذا المقدار إذن نحن عندنا أزمنة ملتزمون بها في تلاوة القرآن الكريم كذلك هم في الموسيقى عندهم أزمنة يلتزمون بها فالجمل اللحنية الله يسلمكم الجمل اللحنية تكون طويلة يعني مثلا والجمل الكلامية الكلام التي أتكلمه تكون قصيرة مثال أنا أضربه كثيرا في دروسي من الإنشاد لما نأتي بجملة كلامية فنقول طلع البدر علينا طلع الانظروا كم ستستغرق من الزمن طلع البدر علينا انتهى طلع البدر علينا لها زمن وليكن بهذا الحجم مثلا هذا الطول لكن لما نأتي إلى الجملة الموسيقية الجملة الموسيقية طويلة بهذا الحجم فحتى نملأ هذا الفراغ الموسيقي بالجملة الكلامية ما الحل؟ الحل أن نمسك الجملة الكلامية ونمطها نطولها حتى تنطبق الجملة الكلامية على الجملة الموسيقية فما أخواننا المنشدين مثلا بيقول لك طالع البدر علينا فهذه الجملة الكلامية طالع البدر علينا مطوها وطولوها حتى انطبقت على الجملة الموسيقية على حساب ماذا على حساب الحركات الحركات مطوها حتى تولد منها أليفات طالع صارت طالع كأنها صارت طالف لام أليف عين أليف أتصورتم هذا بعد الفاصل نتابع في هذا الموضوع فحياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة قبل الفاصل تكلمنا عن أن الجملة الكلامية قصيرة والجملة الموسيقية طويلة فحتى نطبق الجملة الكلامية على الجملة الموسيقية لابد أن نمط ونطول الجملة الكلامية على حساب تطويل الفتحات والضمات والكسرات على حساب تطويل المدود التي هي موجودة أصلا في الجملة بتطويلها أكثر من حدها المطلوب من هنا تأتي الخطورة يعني أرجو أن نلاحظ لذلك الإمام أحمد بن حبل رحمه الله لما سأله أحد الناس عن القراءة القراءة القرآن الكريم بالألحان قال له ما اسمك قال محمد قال أيا سرك أن يقال لك يا محمد فبين الإمام أحمد ما الذي يعاب على إخواننا الذين يقرؤون القرآن ويراعون الأنغام الموسيقية أنهم يجعلهم علمهم بالنغم يقدمون القاعدة الموسيقية النغمية على القاعدة التجويدية فيطولون في غير محل التطويل ويزيدون في محلات التطويل التي عندنا المدود يعني المتصل والمنفصل واللازم والعرض للسكون يزيدون فيها أكثر من حدها وأحيانا يعكسون أحيانا يقللون مثلا يعني كثير الله يهديهم من إخواننا لما بدوا يوقف على مثل عليما حكيمة وكان الله عليما حكيمة نحن نعلم حكي هدم الطبيعي حركتين ما مدعي أيضا حركتين إذن كما لفظنا هذا حركتين نلفز بالثاني حركتين هكذا وكان الله عليما حكيما حكيما نفس الطول بعض أخواننا بيلاك حكيما فبتلاقي الأولان طولوا عن حده رقصه وموجه هذا بالنسبة للمد الأول والثاني جابوا كالفتحة ما انتبهنا يعني كم إخلال صار كم إخلال ليس متساويين الأول أطول من الحد المطلوب ومموج مرقص انتبهنا كيف الثاني أقصر من الحد المطلوب ليه يا أخي ما الذي يدعوك إلى هذا من أراد أن يستعمل هذه الأنغام فليستعملها في المدائع في الأناشيد الإسلامية ياخد راح تهنيك هذا كلام بشر لكن نحن الآن هنا بصدد تلاوة كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة مبحث علم الموسيقى وعلم التجويد يتقاطعان بينهما في مبحثين مشتركين المبحث الأول الطبقات الصوتية من المنخفض إلى المرتفع نحن لما نقرأ القرآن نغير من طبق إلى طبق كلنا كل من يقرأ القرآن يغير من طبق إلى طبق لكن من حرفين إلى حرف لما ننتقل من حرف إلى حرف إلى حرف نغير من طبق إلى أخرى ليس ضمن الحرف الواحد التغيير ضمن الحرف الواحد ما يصح ما يصح يقلب القرآن إلى أغنية و غالبا ما يفعله إخواننا في المدود و الغنان و يعتبرونه أمرا ممدوحا يعني من يموج الغنة هنه بيسموها عرب عرب اللي هي تمويج الغنة و بيعتبروها مهارة أنه يجعل الصوت اللي خارج من أنفه صوتا مرقصا متموجا اللي سماها علماء التجويد و نهوا عنها سموها تطنين النونات تطنين النونات هذا منهي عنه عندنا منهي عنه و عندهم ممدوح أمرهم ممدوح يعني محمود فافعلوه في الإنشاد افعلوه في الأناشد الإسلامية و غيرها لكن ما تفعلوه في كتاب الله علينا لما نقرأ القرآن إن دخلنا إلى حرف بطبقة صوتية معينة سواء كانت الطبقة منخفضة أو مرتفعة أن نخرج بنفس الطبقة مثلا واحد قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ وهكذا عم يدخل إلى المد من طبقة منخفضة لو أراد أن يدخل بالطبقة منتفعة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ المهم دخل بالطبقة وبقي فيها إلى أن خرج منها في الحرف الواحد أما من حرف إلى حرف ياخد راحته ينتقل يعني يحسن بقدر ما آتاه الله عز وجل أما ضمن الحرف الواحد هذا منهي عنه سواء كان الحرف الواحد حرف مد أو كان غنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني مقدار التطويل مقدار التطويل له أزمنته في الموسيقى عندهم مقياس يسمونه المازورة الرباعية شرحتها سابقا في يعني لما شرحنا منظومة جزرية عندهم مقياس اسمه المازورة الرباعية دو أربع مرات دو 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 يعني كانك عم تقول دو كانك عم تقول قا مثل حركتين عندنا تقريبا أربع مرات تسموها المازورة الرباعية ممكن تطولها أكثر تقول دووو هذه اللي نحن بصير عندنا أربع حركات وممكن تقصرها يعني إلها أسماء عندهم إلها أسماء عندهم المازورة الربعية إن طولتها أو قصرتها الشاهد من الكلام مقادير الأزمنة في الموسيقى منضبطة بمقاييس غير مقاييسنا وعندما يقرأ القرآن قارئ القرآن عليه أن يراعي المقاييس والموازين والمقادير المتلقى من الشيوخ جيلا عن جيل والمنضبطة في الكتب والتي تلقيناها من الشيوخ المعاصرين بأسانيدهم المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير الزيادة ولا نقصان قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هذا الذي قلته نستطيع أن نلاحظه على اللوحات التي تبين هذا الأمر نرى على اللوحة حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان الموسيقى علم صوتي أعجمي له قواعده وضوابطه ومن أهم أبحاثه طبقات الصوت المختلفة وثانيا أزمنة التطويل وهذان المبحثان يتقاطعان مع علم التجويد أما الطبقات الصوتية فلا مانع من أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان ذلك من حرف إلى حرف وأما ضمن الحرف الواحد كحروف المد والغنات فعلى القارئ أن يلتزم في الواحد منها بطبقة صوتية واحدة لي؟ لأن الإخلال بذلك يقطع الحرف إلى حروف عديدة وقد نهى الأئمة عن ذلك وأما تطويل المدود والغنان فعلى القارئ أن يلتزم بالموازين التي ذكرها الأئمة القراء في ذلك فإن أخل بها مقدما الحكمة الموسيقية عليها أثيمة انتبهنا يا أخوانا علينا أن نلتزم بالمقادر التي ذكرها أئمة التجويد فعند التعارض إن قدم الحكمة الموسيقية عليها أثيم وقد أمرنا بقراءة القرآن الكريم بلحون العربي وأصواتها وهي القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه وللتوسع في هذا يرجع إلى كتابي البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان هذا الكتيب البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان كنت قد ألفته تقريبا منذ شيخ 25 سنة وقرضه الشيخ سماعة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وأثنى عليه وأثبتنا في مقدمته تقريض الشيخ سماعة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أثنى على الكتاب أو هو كتيب ليس كتاب جمعت فيه أمرين استفتيت تقريبا تسعة من الشيوخ المعاصرين الذين كانوا أحياء في ذلك الزمان من 25 سنة هل يصح هل هكذا تلقيتهم هل يصح قراءة القرآن الكريم بالألحان المستفادة من علم الموسيقى فأفتاني التسعة كلهم بأن هذا حكمه دائر بين الكراهة والحرمة إن عند التعارض إن قدم القارئ الحكم النغمي على الحكم التجويدي فالقراءة محرمة أعيد وانتبهوا إن قدم القارئ الحكم النغمي يعني الحكم الموسيقي على الحكم التجويدي عند التعارض فالقراءة محرمة أما إن قدم القارئ الحكم التجويدي على الحكم النغمي عند التعارض فالقراءة مكروهة والمكروه كما نعلم أيها الإخوة ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله يعني هو بيكون وصل نفسه إلى دائرة يخشى منها أن ينتقل إلى دائرة الحرام إما بالتعمق في ذلك وإما مكروه لأنه شغله إعمال ذهنه في الأحكام الموسيقية أثناء تلاوة القرآن حتى لا يشز ولا يخرج عنها يصرفه عن الهدف الأعظم من إنزال القرآن الكريم وهو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يرد علينا بعض إخواننا هداهم الله يقولون طب أنتم أيضا تصرفون أذهانكم إلى الإدغام والإخفاء والقلقلة والمد والهمس ولا تنتبهون أحيانا كثيرا إلى المعاني نرد عليهم فنقول نحن نفعل هذا لحتى ننطق حروف القرآن سليمة كما أنزلت لأن القرآن العظيم أنزل بلسان العرب الذين كانوا في الزمن النبوة لا بألسنتنا ونحن ألسنتنا فاسدة سواء كنا عربا مستعجمين أو عجبا مستعربين فنحن نضغط على أنفسنا ونحاكي نطق العرب الذي كانوا في زمن النبوة لأنهم هم الذين نزل القرآن بلسانهم لا بلساننا فهنا نحن مأجورون ولو انصرفت أذهاننا إلى عدم الانتباه كثيرا إلى المعنى المراد لأننا علم التجويد إن تعلمنا على كبر هكذا الحال كان من المفروض أن يعلمنا أهالينا وأهلون وأن يعلمنا مدارسنا تعلمنا مدارسنا تجويد القرآن ونحن أطفالا صغارا فإذا كبرنا كنا نجيد تلاوة القرآن ونحن صغار فتنصرف أذهاننا إلى المعاني لكن لما فاتنا هذا الأمر ونحن صغار تعلمنا التجويد على كبر لا مانع إن شاء الله تعالى أن تنصرف أذهاننا فترة معينة من الزمن إلى ضبط ألسنتنا على أحكام تلاوة القرآن الصحيحة المتلقى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من مد وقصر وإضغام وتفخيم وتلقيق حتى نروض ألسنتنا ونجعلها تتخلص من العادات اللهجية المحلية سواء كنا عربا أو كنا غير عرب هذا نحن مأجورون عليه إن شاء الله ولا يقاس صرف الذهن للأحكام الموسيقية على هذا الأمر ذاك أمر فضلا ذاك أمر زائد دخيل على التلاوة فلعني هذا بسمو قياس مع الفارغ سنتابع في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى لبيان منع السلف للقراءة بالألحان في الحلقة القادمة حتى لا نطيل عليكم ونأتي بنصوص من زمن الصحابة الكرام إلى بعض الشيوخ الأزهر الذين عاصرناهم منذ سنوات عديدة ونمر على كل هذه القرون لنبين كيف أن أئمتنا جزاهم الله عننا خيرا على مر الأزمنة كانوا يحذرون وينبهون إلى عدم التعمق في هذا الأمر وهو استعمال المقامات الموسيقية والألحان الموسيقية في تلاوة القرآن العظيم حتى لا ينقلب مجلس تلاوة القرآن من مجلس التعاظ من مجلس بكاء من مجلس خشية لله سبحانه وتعالى إلى مجلس طرب إلى مجلس يا ليلي يا عين يعني يعود القارئ يقرأ ويقول مأواه جهنم وبئس المصير والجالسون يقولون الله الله يزيدك يا مولانا طيب شو بدي يزيده ومعمل لك مأواه جهنم وبئس المصير بتقول له الله يزيدك شو علاقة هادي بهادي هذا دليل على أن المجلس لم يعد مجلس تلاوة القرآن صار مجلس طرب نسأل الله العافي لنا ولكم سنذكر تلك النصوص في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى وإن من أحب منكم أن يتصل ليسمعنا تلاوته فأهلا وسهلا بكم نحن مستعدون لذلك ونأخذ هذا الفيديو المرسل التسجيل الصوتي مرسل من الأخ عبد الرحمن من المغرب إلى موقع القناة الفيديو نريد أن نجهزه لو سمحتم عبد الرحمن من المغرب كم يحتاج من الوقت المخرج يقول عندنا فاصل بعد دقيقة والفيديو سيكون جاهز إن شاء الله تعالى بعد ذلك إذن أكمل في هذا الموضوع موضوع استعمال المقامات أو الأحرى الألحان الألحان أيها الإخوة هي كما ذكرت لكم جمل جمل موسيقية يستعملها بعض إخواننا وبعضهم للأسف الشديد نتكلم بصراحة يأخذون من بعض المغنين والمغنيات يأخذون منهم مقاطع وينزلونها على بعض المدود في القرآن الكريم أو على جملة قرآنية تصوروا بيقول لك يا أخي هذا فلان هذه فلانة المغنية المشهورة التي هي متقنة للموسيقى وكذا فيأخذون منهم جملة أو مقطع وينزلونه على مد من المدود في القرآن الكريم يعرف ذلك الذين يتتبعون هذه الأمور المهم أن نسأل الله العافية لنا ولكم وسنتابع في نصوص الأئمة في الحلقة القادمة وبعد الفاصل سنأخذ إن شاء الله تعالى فيديو ومن أحب أن نتصل فحياكم الله نأخذ فاصلا ونعود حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل معنا اتصال من أختنا أم محمد من العراق تفضلي أختي أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِقْطُنُوا أَنْفُسَكُمْ ما شاء الله أَلْقَتُمُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اَخْرُجُوا مِنْ وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِنْ لَجُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّيِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْقَضْلُ مِنَ الرَّهِ وَكَفَادُ اللَّهِ عَلِيمًا بارك الله فيك إختي محمد تلاوتك متقنة تمام الإتقان وأنا سعيدا أسمع هذه التلاوة التي كل حرف فيها ينطق بكامل الصفات من تفخيم وترقيق وهمس وجهر واستعلاء واستفال فأحسنتي وأجملتي هل أتي تحفظين القرآن أختي الكريمة؟ يعني إن شاء الله ناوية بالحيث وظلت لم أكمله يارد تكملي وتقرأ على أحد ختمة إجازة بعد أن تكملي تقرأ على أستاذ متقن ختمة إجازة إن شاء الله أو على أستاذة أنا أخذت الإجازة تماع تلاوت لا أنا أريد أن تأخذها غيبا كما هي عادة الشيوخ أريدك أن تأخذ إجازة غيبا كعادة الشيوخ وأن تعلمي قد أذنت لك أن تعلمي كتاب الله عز وجل فعلمي وانفعي المسلمين نفع الله عز وجل بك وبينا إن شاء الله تعالى شكرا أم محمد معنا أخونا خبيب من كردستان فضل أخي خبيب السلام عليكم يا شكرا وعليكم السلام حياك الله أخي الكريم أهلا وسهلا فضل حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما ينعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولها ديارهم طراطا متقكما ومن يرقع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا أخذوا حذركم فانفروا تباتي أو انفروا جميعا مارك الله فيك أخي قبيب ما شاء الله تلاوتك متخنة وممتازة ما شاء الله تحفظ القرآن أخي الكريم ولا لا ولا يا شخ بس ما شاء الله تلاوتك ممتازة الله يزيدك توفيق يعني لو أنك يعني لو أنك كم تحفظ ما شاء الله ولا ثلاثة جزاء ثلاثة جزاء طيب حافظ عليها حافظ عليها ولكن تجويدك ممتاز إن دعاك أحد لأن تعلمه فعلني متوكل على الله عز وجل بارك الله فيك شكرا أخي خبيب نأخذ أيها الإخوة هذا الفيديو المرسل إلى موقع القناة من أخينا عبد الرحمن من المغرب شكرا أخينا عبد الرحمن برحمة الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سمعنا هذه التلاوة المرسلة من أخينا عبد الرحمن من المغرب أول شيء أحب أن ننبه أرسلوا لنا الصوت صافيا أيها الإخوة لا تضعوا مؤثرات صوتية يعني المؤثرات أنا لا أحكم على المؤثرات أنا أحكم على الخامة التي على الانضباط بأحكام التجويد التي هي أمر اختياري أما يضع إيكو ويضع صدى ما يقدم وما يؤخر هذا الأمر في تقييم التلاوة فأرجو أن تكون التلاوة خالية من هذه المؤثرات الصوتية أخي عبد الرحمن أطلت المدودة جدا يا أخي لما قلت يا أطلت جدا المدود أخي بالنسبة لورش منضبطة بست حركات طب قل مثلي يا أخ عبد الرحمن اسمعني جيدا يا موسى يا موسى يا هذه حركتين مو هذه حركتين سا هذه حركتين إذن مجموعها مجموع هذا الزمن يا موسى هذه ست حركات نوحيها هذه ست حركات أما أن نقول يا ونطول نطول إلى فين رايح فالله يرضى عليك انتبه كم وكم نهى الأئمة عن المبالغة في تطويل المدود أنا لم أرك لكن واضح أنك لا تضم الشفتين جيدا عند نطق الواوات فأنساهم عم تعمل أنت فأنساهم انظر إلى فمي فأنساهم أين نضم الشفتين فأنساهم شايف الفرق بين الصوتين لو لم أكن أراك فأنا أعلم بأنك لا تضم الشفتين كما ينبغي أيضا الأمر الثالث انتبه الجيم الفصيحة صوتها محبوس شديد الجنة جا جو جي وليس جا جو جي هذه جيم عامية جيم رخوة فانتبه إلى ذلك أخي عبد الرحمن فتح الله لك أبواب الخير معنا اتصال من أختنا ويداد من السودان السلام عليكم عليكم السلام تفضلي الله يحييكم أهلا وسهلا الله يحييك الله يسرنا أغربنا نصف الصفحة أي من نصف الصفحة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا سلام وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني أخت ويداد مودة وزع الصوت بين الفم والأم إضغام بيغنى هذا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزا عظيما بارك الله فيك أخت ويداد من شاء الله كافي كان ودي أسمع كمان لكن الوقت صار ضيق معنا جيد لكن فقط انتبهي لموضوع الإضغام بيغنى لابد من توزيع الصوت بين الأنفي والفم والباقي كان جيد شكرا لك على اتصالك الاتصال الأخير في هذه الحلقة من أخينا يحيا من موريتانيا تفضل أخي يحيا ماليكم السلام حياك الله تفضل من أول الصفحة الله يرضى عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَوَنَّا كَسَبَنَا عَلَيْهِمُ أَنْ قُتُلُوا أَنْ قُتَكُمُوا أَوْخُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُونَ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوَنَّهُمْ تَعْلُوا مَا يُوعَغُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِيسًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ لَذُنَّا أَجَرًا عَظِيمًا وَلَهَجَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُضْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فَهُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمًا النَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا بارك الله فيك أخي يحيى بارك الله فيك سبحانه وتعالى وَكَفَابِ اللَّهِ عَلِيمًا أيوة أخي يحيى وَكَفَابِ اللَّهِ عَلِيمًا جزاك الله خير بارك الله فيك كان ودي أسمع أكثر لكن مقت البرنامج انتهى طبعا أخونا يحيى ما شاء الله تلوته متخنة وكان يقرأ برواية ورش عن نافع ومنضبط الأحكام من حيث التجويد ومن حيث أحكام الرواية لكن انتبع أحيانا قد يخونك اللسان في بعضي مثل من دياركم لابد من تقليل الألف لأنها مسبوقة لأنها أتت قبل رأي متطرفة مكسورة كما هو معلوم برواية ورش بتلاوة أخينا يحيى من موريتانيا نأتي إلى ختام هذه الحلقة أيها الإخوة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة